السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب معكم احمد العربي من مدينة ميكروتيك افريقيا وجربنا على الفيسبوك ميكروتيك افريقيا بنرجى من الاعضاء عمضاء من الجرب وعمل مشاركة المدينة كيش عيدها الاعضاء الجدود شرحنا ان شاء الله نرد اشرح مهم جدا جدا في كل صاحب الشبكات في مصر وطن عربي وخصوص الناس المتمية بصرف الميكروتيك الروتر بورد او الكيسة معنا سكريبته بعنوان عمل بلوك لعملاء اختراك صفحة الهوتس بوت والشير اوتوماتيك في الهوست طبعا من اكبر المشاكل اللي بنقابلها في مصر وطن عربي وانتشرت الفترة الاخيرة هي عملاء الهوتس بوت وكسرة الاختراكات يمكن اتكلمنا قلنا افضل الانظمة هي البروت باند نظام قوي جدا جدا ونظام تشفير وحماية يمكن ما فيش اي اختلاف عليه هنتكلم النهاردة على نظام الهوتس بوت وبعد المشاكل اللي بتقابلنا في الهوتس بوت وهو زهور ماك ادرس العميل في الهوسط وامامه حرف اله وفي نفس الوقت ان هو بيسحب معك في بيسحب معك داتا ميجات او جيجات في نفس الوقت بدون تسجيله في الاغتف طيب تعالوا نشرح ببساطة الموضوع ان العميل طبعا زاهر معك في الهوسط وزا ما احنا شايفين كده وامامه حرف اله وطبعا كلنا عارفين ان امامه حرف اله ان هو مسجلش معك البسوورد بتاعه او دخل معك في الاغتف زي ما احنا شايفين. وبسحب داتا او شغال انترنت بدون تسجيله في الاكتف. دي هات من اكبر المشاكل اللي وجهتنا في مصر الوطن عربي بالزاد في سرفة المايكروتيك ونظام آآ لهوتزبوت بالتحديد. طيب. معنا الاسكريبت دوتا يحللنا مشكلة طبعا آآ ظهور العميل في الهوست وامامه حرف الاتش وسحبه من الميجات او الجيجات في الار اكس او التكس زي ما احنا شايفين. طيب. تعالوا نشوف الاسكريبت دوت بيعمل ايه? وطبعا هنبدأ ننزله مع بعض وهينزل معنا في الاسكريبت وهنشوف طريقة عمل الاسكريبت وهنجرب الاسكريبت هل بالفعل هشتغل كويس ولا في بعض المشاكل. الاسكريبت دوتا يا شباب فاديته ان هو هيشوف العميل معنا وطبعا لو شايف ان هو بيحمل عن تحديد معين احنا نعملوله في الاسكريبت من عدد ميجات او جيجات معينة في التي اكس او في الار اكس هيبدأ ان هو يعمل بلوك اوتوماتيك وطبعا هيبدأ ان هو يدخله في خانة او في اه نظام تمام? طيب تعالوا نشوف الفكرة بتاع الاسكريبت والتنفيذ وطبعا الفكرة دي جاتني ان بعض العملة بيشوف ان عنده اه الناس اه او المكان قدامها حرف الاتش ومش مسجلها دخول في الاكتف وان هي بتسحب داتا عالية قوي معاها طيب تعالوا نشوف حتة كمان اللي هي من الاهم وبتعمل بتعمل بعض المشاكل وانتشار الفيروسات في شبكة الاو الشبكة اللي عندك اللوكال اللي موجودة اللي هي حتة الشير ان بعض العملة عندك في شبكة بيعمله مشير من خلال الاو من خلال صفة الاوanya بتاعك انهما بيتباتلوا بعض الالعاب او بعض البرامج الكبيرة من خلال الشير اللي موجود على بعض نسخ الويندوز وطبعا النهاردة المايكروتيك هيشوف ان هو بدأ ان هو يعد اه طبعا اه او يعد من خلال الجيجات المتحددة او المجهات المتحددة في الاسكريبت هنشوفها مع بعض الوقت ازاي? وان هو يعمل له بلوك في نفس الوقت ان هو يقفل الشير اوتوماتيك. طيب كنا بندخل من خلال الديتشي سي بي ونعدل بعض الحاجات اللي هي النيتماسك التلاتين علشان الاجهزة ما تشوفش بعضها وهي كانت بتعمل معانا بعض المشاكل في طبعا الاجهزة للصفرات الانترنت. وقلنا ما نفضلش اللي احنا نعملها. الاسكريبت ده تحللنا المشكلة ديت بكل سهولة بدون اي مشاكل. والكلام ده كلها شباب هيبدأ ان هو يشتغل اوتوماتيك بدون تدخل منك. طيب تعالوا نشوف فكرة الاسكريبت. واحنا شايفين طبعا العميل بيكون ظاهر معانا طبعا زي راحنا شايفين في الهوست. امامه حرف الاتشي ان هو مش مسجل معك دخول في الاكتب. وبيبدأ ان هو عنده الداتا وعنده طبعا سرعة تحميل عالية بدون تسجيل الدخول. اعرف على طول ان هو بعض الحاجات من الاتنين او التلاتة ان هو مخترك بيبدأ ان هو يلعب في بعض المكان ادرس او بيختارك صفحة الهوتزبوت ويمكن بعض الامور انتشرت الفترة الاخيرة على اليوتيوب لاختراك صفحات الهوتزبوت بانظام المايكورتيك. النهاردة الاسكريبت ده يحللنا المشكلة. عندنا بعض الناس او بعض الشباب في الشبكة طبعا بيبدأ ان هو يعمل شير لبعض الملفات الكبيرة بدون تسجيله في الاكتب. فبيبدأ ان نعمل لود على المايكورتيك. الاسكريبت ده يعمل اوتوماتيك بلوك. عندنا بعض المجلات اللي بتسحب طبعا من المايكورتيك ومن سرعة الشبكة المجلات الشير. طبعا دي بتكون مشكلة كبيرة جدا جدا. وفي نفس الوقت المايكورتيك هيبدأ ان هو يعمل لها بلوك من خلال الهوست لو شافوا عنده ترافيك او عنده تحميل عالي. طيب تعالوا نفتح مع بعد كده وتعالوا نشوف الاسكريبت بتاعنا هوت الجميل. واسكريبت طبعا فكرة جيت على طول. بدأت ان احنا ننفذها ونشتغلها. نبدأ ندخل على ونقول بيست. ونضغط انتر زي ما انتوا شافين كده. بدأ الاسكريبت ينزل معايا هوت. نفتح الاسكريبت وطبعا عندنا كل خمس ثواني. زي ما انتوا شافين هو عمل بلوك اوتوماتيك بدون طبعا اي تفاهم انتوا شافين. طيب. البلوك الوتوماتيك دوت عايزين نعرف هو عمل بلوك اوتوماتيك ليه? لان عندي طبعا كنتش مشغل الميكروتيك من فترة. فبدأ ان هو يعمله بلوك على طول علشان هو ساحب عدد من الميجات كتيرة جدا جدا. اكبر من اللي متحددة في الاسكريبت. طيب. تعالوا كده نشوفها ونبدأ نتكلم مع بعض في حتة تعديل طبعا الاسكريبت من الداخل او من الاسكيديولر. تعالوا نشوفها مع بعض كده. ولو فتحنا صبحت اللي تصبط معنا. اولا بدأنا نعمل لها تحديث كده تمام. او نشوف طبعا بعض الاجراءات اللي هي طبعا هتفيدنا في الميكروتيك. نشوف يا شباب مع بعض طبعا الماك زهر معي اوات في الهوست. وقلت طبعا كان عندي بلوك لان هو كان الميكروتيك شغال من ساعتها. فبدأ يعد طبعا اكتر من الستة الاف الميجا اللي هم كانوا متحددين في الاسكريبت ونشوف بنعدلهم ازاي لو انا عاوز اكبر طبعا الميجات بتاعتي او اقلل الميجات. وعاوزين نشوف مع بعض الفكرة هتمشي ازاي طيب. بنقول طبعا اللي عندي تي اكس والار اكس. وطبعا لو عدينا اللي هي فترة الستة الاف اللي هم الميجا اللي احنا محددونه في الاسكريبت لو شوفنا الاسكريبت مع بعض يا شباب. موجود فوق في النيم بلوك هوتسبوت وعمل لك حرف الاتش طبعا حرف الاتش دوة العملاء اللي هي مش مسجلة دخول في الاكتف وبتبدأ ان هي تسحب داتا. فبيعمل لها بلوك كل خمس ثواني بيبدأ ان هو اشوفه ممكن اخليها كل عشر ثواني لو انا عاوز براحتي ممكن كل ساعة على حسب ما انا عاوز وقلنا كل ساعة ازاي او كل يوم في تحديد بعض السكريبتات. عندنا الوقت بتاعي هنا هوات ست الاف على ست الاف اللي هي التي اكس والار اكس او الدياتة بتاعتي او الميجات بتاعتي اللي انا عاوز احديدها في السكريبت لو عداها يبدأ يعمل له ايه اوتوماتيك بلوك بدون اي انتظار طيب. تعالوا كده نشوف اا نجرب مع بعض اللي هي حتة ان احنا نخليها مسلا اا الف الف على الف علشان نجرب بس علشان وقت الفيديو بتاعنا نقول ابلاي وزي ما انتم شايفين كده تعالوا نفتح صفحات اللي تزبط او نعمل تكرار على صفحة اللي تزبط. زي ما انتم شايفين هو بدأ يعمل له ايه بلوك اوتوماتيك على طول طيب. تعالوا كده مسلا نخليها الفين عشان نشوف مع بعض او الداة بتتسحب ازاي معايا لو صفحة اللي تزبط. تعالوا كده نطلعوا هنا تاني من البلوك بتاعنا تمام? نضغط عليه كده. هننتظر لحظات بس هنشيل كابلة الانترنت ونركبه تاني علشان يسحب معايا في بعد لحظات. تمام? هنفتح تاني شباب مع بعض اهوة. تمام? طيب. فكرة ان انا هدخل على صفحة الهوتس بوت. كلام جميل? هدخل على صفحة الهوتس بوت. هفتح صفحة هوتس بوت معايا. علشان المايكورتيك يحس بالهوست في الماك بتاع العميل في الهوست. زي ما انتم شايفين. وتعالوا معايا هو بيطول شوية بس علشان بدأ ان هو يعمل له بلوك فيرجع بعد لحظات شوية زي ما انتم شايفين بدأ يرجع معايا على طول. طيب. تعالوا نجرب حتة اللي هي نخليها الفين على الفين. وتعالوا نشوف اه بعض الترافيك او بعض السحب لو فتحنا اكتر من صفحة هوتس بوت. هنشوف هيعمل ايه? هيعمل على طول بلوك بدون اي طبعا هنعمل تكرار ايات لصفحة الهوتس بوت. يعني بنعمل ايه الوقتي ان احنا بنسحب نسحب بعض الميجات او بنعمل بعض اللود على المايكورتيك هنبدأ نكتب او نعمل تكرار طيب. تعالوا بقى من اكبر المشاكل اللي بنقابلها اللي هي كتابة اليوزر نيم والباسورد غلط. تعالوا نبدأ نعمل ايه اتنين وعشرين اي طبعا اي يوزر نيم كده ونبدأ نعمل ايه انتر باستمرار كده زي ما انتم شايفين. هنشوف الماك معانا كده في الفيديو او هنعمل لود او نعمل سحب على المايكورتيك. وهنشوف هو هيعمل ايه بعد لحظات? في تكرار طبعا اللي هو الخطأ الخاص بالجوزر ريم او الباسورد معانا في صفحة زي ما انتم شايفين هنعمل لود على المايكورتيك باستمرار. وطبعا احنا كترنا معانا او رفعنا معانا اللي هي حجم الميجات في الاسكريبت. وهنشوف في الوقت هو هيعمل بلوك ولا لا? لو عملنا طبعا لود باستمرار وعدينا الالفين ميجا اللي احنا كنا عاملينهم. وطبعا ديك حسابة بتكون موجودة في الاسكريبت. يعني مش الفين ميجا بالزبط. انا ممكن نخليها في الاسكريبت بتكون جايلك على مقزون تلاتة او اربعة ميجا او خمسة ميجا. ودي هتبقى حجم كويس. ممكن لو انت عاوز تخطر في عدد الميجات. ممكن بدل ستلاف تخليها آآ عشر تلاف. ممكن تخليها تمن تلاف على حسب ما انت عاوز. طيب. احنا كنا عملنا بعض الاخطاء او بعض اللود على المايكورتيك. ممكن ان انا عاوز اجرب معاكم طبعا باستمرار ان انا ابدأ ان افتح بعض الصفحات او اعمل تكرار لصفحة الهوتس بوت بتاعتي علشان اشوف اللود هل المايكورتيك هيفصل ولا لا. هنشوف مع بعض اول. هنقول ابلاي. وهندخل تاني على صفحة الهوتس بوت. ابدأ اكتب رقم تاني او اعمل لود على المايكورتيك علشان اسحب من التي اكس او الار اكس بتوع. طيب. لو انا مسلا لقيت السحبي بتاعي ضعيف او السحبي بتاعي مش عاوز يعمل بلوك. في حالة ان انا طبعا اقلل معايا العدد موجود في السكريبت. اهو لو احنا قللنا العدد في السكريبت علشان وقت الفيديو. طبعا هو عاوز لود كبير. لو قللنا عدد العدد معايا اهوت. هنقول مسلا اه الف. هنبدأ نقول ابلاي على طول. هتيبدأ ان هو يعمل معايا ايه? هيبدأ ان هو يعمل طبعا نخليه مسلا نقول ثانية هنا. اهو كل ثانية زي من شاهفين. بدأ ان هو يعمل بلوكو اوتوماتيك بدون اي اه طبعا انتظار. وطبعا بيشوف في العملة اللي هوتوز بوت كلهم قدامهم حرف الاتش. بيبدأ ان هو يعمل لهم ايه? بيعمل لهم على طول بدون اي انتظار. طيب. تعالوا كنا نقفل الصفحات اللي هوتوز بوت بتاعتنا ديت. وننتظر بعد الظهور الماك ادريس تاني علشان نجرب. طبعا هو بدأ يظهر معي اول. هنعمل ابلود على نفس الرقم غلط كده. وهنشوف بالفعل هيبدأ يعد ويعمل بلوك اوتوماتيك تاني ولا لا? طبعا انا قللت الرقم علشان وقت الفيديو يا شباب من طويلش عليكم. طبعا انا ابدأ اعمل لود اوت خلاص. وابدأ افتح صفحات ووتوز بوت تانية. طبعا انا بجرب حتة صفحة لوتوز بوت او اللود على الميكروتيك لان طبعا المخترك بيبدأ ان هو يشتغل انترنت. بيشتغل انترنت على طول. فعدد الميجات ديت بتكون بالنسبة له سهل. لانه بيحمل لك اي بيدخل على اليوتيوب بيفتح مثلا فيلم بيفتح بيحمل برنامج. فالميكروتيك على طول ساعة ما يشوفه فاتح بحرف الاتشي. فبيبدأ ان يعمل ايه? بيبدأ ان هو يعمل بلوك على طول. لان الموضوع بتاعه سهل جدا جدا في التي اكس او الار اكس. زي ما احنا شايفين كده هيبدأ يعد معانا وطبعا بيعمل لود على الميكروتيك او سحب في التي اكس او في الار اكس. هنشوف مع بعض الموضوع ماشي ازاي ونجرب مع بعض اكتر. ولو فتحنا طبعا اعملنا تكرار على صفحة الهوت سبوت. زي ما انتم شايفين كل ما بيعمل تكرار. كله طبعا ما بيزيد معايا هوات زي ما احنا شايفين في التي اكس والار اكس. دي هي التجربة بس يا شباب يعني ايه? من خلال ان احنا بنجرب مع بعض كده على الميكروتيك. لازم يكون طبعا معايا مختارك? بيختارك بالنظام الماك او بنظام طبعا الايباد ريس. او بيبدأ ان هو يختارك ويعد صفحة الهوت سبوت. فيشتغل ان انت على طول. وبيبدأ ان انت ازاي شايفه في الهوت زي ما احنا شايفين كده شغال بدون اي مشاكل. طيب. لو عملنا طبعا اعادة تحميل كده طبعا للصفحة. وعملنا الود اي رقم كده. عشان نشوف هو يعمل تاني ولا لا. طبعا الموضوع مزهر بالنسبة لنا زي ما انت شايفين اهوت اما بيزيد على الحجم بتاعنا بيبدأ ان هو يعمل بلوك على الالف. وطبعا بيبدأ ان هو يعمل له بلوك اوتوماتيك. ياريت يكون الفكرة وصلت للناس والمعلومة وصلت للناس. احنا كلنا بنجرب بس صفحات الهوت سبوت ديت. علشان نعمل لود او نسحب من الماك اللي موجود او العميلي اللي موجود مسجل معايا في الهوست بدون تسجيله في الاكتف. الاسكريبت بتاعتنا اللي هي مكان مكتوبة سيت تلاف. اللي هي صيغة سيت تلاف على سيت تلاف. ممكن اللي عاوزة اخليها عشر تلاف. ديت هتفيدنا كتير جدا جدا. وطبعا هتفيد الناس اللي هي اه شغالة بالعملاء شغالين شير بدون تسجيلهم في الاكتف. ان هو يعمل لهم بلوك اوتوماتيك على طول. مش هيشوفوا بعض. اه ياريت يكون الشرح اه عجبكم مستفادنا منه. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.